مشاهد محذوفة؟ مشاهد محذوفة انا بتكلم على كذا مشهد تمام بيمروا في الحياة مش قصة كاملة لو انا قبلت طفلة اللي احنا بنسميها شحاتة يعني ما بدورش ايه اللي وصلها لكده اختلف للمعايير دلوقتي اللي هو قاضي حرفة دمامتها اللي زقاها ومعودتش زي زمان ان انا باخد من الطفلة دي ممكن فعلا تكون مش معا حد خالص وهي مش هي كده يعفل الخطف الاطفال وقوموا سايبينهم في الشاعة والحاجات اللي بيحصل ده في قصة هنا انا عملتها انا بعتبرها حاجة جديدة اسمها ليلة العيد انا بقى قصة لأحد الكتاب وهي بتحصل قدامي وانا بعتحة الكتاب بقاها وقدامي بتحصل نفس القصة ده ازاي انا دخلت الكاتب موجود في الوسط حاليا ما دخلتش حد ميت الحمد لله يعني بقى احتفي بحد موجود الكاتب محمد صلاح كاتب قصة اسمها بسمة على شفاء الموت بيتكلم على الشحاتزين في الاطراط اللي حامل قابلهم كتير ومش عافية كده فانا شايف ان بنتي جاية وبترمي عليها لحاجة ويقابلوا هاتي فلوس هاتي مش عافية ايه هاتي كذا 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 وبنتي دي ماتت في الاخر فهي نفس التناول القصة فقمت جايبة اللي كنين مع بعض في عادات بالية عاداتنا بقى اللي هي عارفة اللي هو اللي بيدايك اوي في عاداتنا اللي عارفة في حاجات منها كتير مستفيد كتير مستفيد على بيتك يا بنتي ضل اجر ولا ضل حيطة مع ان الحيطة بتبقى احسن معجلة في اوقات كتير جدا جدا بتحمينا من الغواباء يعني الحمد لله آآ نازمة انت خليفي اه انا ما خليفتيش تبنتي يوحش حتى لو لاي منزوج اه يعني كلمة عيب برضو انا متضايقة منها بس انا متطوى اتكلم اللي هو حكاية العيب من مين طب ممكن يتنيني زي الفول ممكن واحد فيهم عنده اي تعب انتو ملكم يعني انتو ملكم ايا كان اب ام خال عم يعني بتشوفي انه الاهل سواء اهل الزوجة او اهل الزوج لما بيقحموا نفسهم في الحياة الزوجية او بالبلد كده يحشروا مناخيرهم كل حاب الدنيا بتبوز جدا جدا وده بينعكس على علاقة الزوج والزوجة بعضهم حتى لو كان هم متفقين فشيء الطبيعي ان الزن على الودان زي ما بيقول طبيعي ما فوض سيبوهم عيشوا حياتهم بالكامل ايه تاني من العادات البلية ما هو يعني احنا عادتنا كلها بالي عادتنا كلها بالي في خطأ قاتل اه ده بيحصل عايز اقولك بس حاجة اه في مجموعة قصية جاية اه اه ما عافش ما سمت هاش لسه بس هي خاصة بمجالة الطب والاخطاء اللي بتحصل فيه اه بتحصل بتعامل الاطباء مع المرضى اه يعني انا والدتي اه من اسبوع بتكلمني اه الموظفة بتقول لها احمدي ربنا اه ان انتوا لسه بيتصرف لكم علاج اه علاجة عن عرفة الدولة علاجة السكر بيجيبوا المرضى اللي هما كبار في السن من الساعة تمانية ونص الصبح للساعة اتنين قاعدين في المستشفى مستنيين العلاج بتاحهم يتصرف معاملة من الموظفين فوق ما تخالي انا لما كنت هناك كنت باعفة عامل بالزعي مش هقولك بالطيابة بالزعي وكنت بيجيب حق اومة مش انا فين حالا الناس دي تعمل ايه مهم نكتور صوتي ده يا سامح يعني لما انت ككاتبة تعباري عن ده بقلمك وانا كاعلامية تكلم في ده بالصوت والصورة ونرسل ده ونعرف فين الكلام هيتحاكوا ولا هيتحاكوا في المجال اللي احنا بيقوا عليه هيكفينا ان احنا بنحاول انه احنا لا نملك غير المحاولة ويكفينا شرف المحاولة لو في الاخر البلد دي يعني في ناس قائمين عليها جميلة طبعا مصر حلوة مصر جميلة جدا جدا انا جوزي كتب شعر كتير في مصر ده هي يتكتب فيها اشعار الدنيا اصلا يعني ضعيفة جدا النقطة الضعف الوحيدة في الدنيا هي البلد وده اللي خلاني موجودة ومصر ان انا افضل موجودة يمكن اقدر اساعد في اني اعدل الميلة بتضايب نسبة كويسة جدا انا شفت ده حتى في الفكرة اللي قبل دي وانتي بتسألي كان لوع بتقولي له هي نسبة كام اصلا انا كنت بقول الجملة دي بغا اا دايما انا من خلال البرنامج سامح بحاول اقرى دايما اه 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 الناس بيفكروا في ايه مش لازم انا كنت بقولها اقدم لانا عايز اعمله تمام فكل ما انتي عندك تماث مستمر مع الناس وعيشة في وسطي ومتمن في الاول في الاخر انا ام مصرية وزوجة مصرية وستة مصرية وعيشة ليل ونهار في الشارع وراحة وجاية وعارفة ايه اهم الاشياء اللي بيعاني منها المواطن المصري وعشان كده بقدر اتكلم فيها